احنا بنسعد اكيد بنجاح يعني الرياضيين المصريين في كل المجالات وفي كافة الرياضات ولكن دايما بنسعد بصفة خاصة بالشباب لان لما بنشوف اللي هم عاملينه بنتطمن على اللي جاي مبارح بالمناسبة وصلت بعثة المتخب المصري لشباب التايكوندو بعد مشاركتهم في بطولة العالم لشباب التايكوندو اللي استضافتها العاصمة البلغارية خلال الفترة من 2 الى 7 اغسطس حقق يوسف الشرقاوي ميداليا برونزية وهو ده يعني يعتبر انجاز كبير جدا في منافسات التايكوندو للشباب اكيد يعني خصوصا في ظل منافسة قوية جدا من ابطال العالم كل الدعم لجميع الابطال الرياضيين للوصول الى افضل المستويات وتحقيق الميداليات والبطولات في المحافل المختلفة ان شاء الله وكلها بتساهم في رفع اسم نصر عاليا بين الدول وبنسعد وبنفخر بيهم كالعادة